موسيقى اهلا وسهلا بكم في برنامجنا زي السكر انا نرمين هنو والنهاردة ان شاء الله حنحتفل مع بعض بالعيد كل سنة وانتو طيبين بالعيد الاطحى المبارك وحنبتدي نعمل مجموعة من الحلويات لمدة خمس ديام باذن الله كلها حاجات باذن الله الاطفال حيحبوها وطبعا طعمها كده يارب برضو الكبار يحبوها ونخلي الاطفال يدخلوا معنا المطبخ ويعملوا الحاجات دي معنا اول حاجة هنعملها مع بعض ان شاء الله هتكون كيك على شكل خروف والحاجات دي هتبقى مبسطة خالص مش شكل خروف مجسم ولا حاجة هي مجرد حاجات بسيطة كده الاطفال يقدروا يعملوها معنا في العيد علشان يتبسطوا وطاني حاجة هنعملها مع بعض هتكون بوبس بالشوكولاتة نبتدي باول حاجة اللي هي كيك الخروف عندنا مأدير الكيك 250 جرام زبدة 600 جرام سكر 5 بضعة 350 جرام دقيق 2 معلقة صغيرة باكين باودر 3 وتلتين وحنحط على جزء منه الكاكاو علشان نعمل فروستنج فانيليا وفروستنج كاكاو علشان نزين الخروف نبتدي بالكيك وزي ما احنا متعودين بنحط الزبدة والسكر بنضربهم مع بعض وبعد كده بنضيف البيض واحدة واحدة احط الفانيليا مع البيض البايكينج باودر والملح مع الدقيق الصغيرة والسكر يضرب để 步 STU红 STU 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 OK اشتركوا في القناة ودلوقتي هنحط الدقيق والباكين باودر والملح وننزلهم كلهم واللبن الرايب ونخلطهم مع بعض وبكده الكيك جاهز هنحط خليط الكيك في الصينية وندخلوا فورن بدرجة حرارة 160 وحتعط الفورن حوالي 40 دقيقة هنفردها في الصينية وندخلها الفورن ودلوقتي نعمل مع بعض الفروستينج هنضرب الزبدة شوية عايزينها تبقى هشة لما بندخل فيها الهواء بتعمل حاجتين بتخلي تعمها أخاف في الأكل والحاجة التانية ان هي بتفتح لون الزبدة كمان لما بندخل فيها هوا بدل ما يبقى لونها أصفر كده لونها ببيض وبالتاني الفروستينج بتاعنا بيبقى لونه أبيض أكتر من دلوقتي نطلع الزبدة من الجوانب والقوع علشان لما نحط السكر تختلط بالسكر كويس مايبقاش فيه زبدة لزقة هنحط نصف السكر الأول وهذا كده نكمل هنحط نحط نحط هنحط باقي السكر ونضرب وحنشوف لو حنحتاج الكريمة ولا لأ الكريمة علشان تدينا ملمس أنعم هحط الفانيليا دلوقتي هحتاج شوية سغيرين خالص من الكريمة للكمية دي وهحلي بقية الكريمة أهضها مع الكاكاو اللي حضيفه علشان طبعا الكاكاو هيخلي الكريمة أجمد هشيل كمية من الكريمة اللي هي هسيبها لونها أبيض أنا أعيد الأبيض أكتر ودلوقتي هحط الكاكاو مش هحط كله هحط شوية وأشوف اللون ولو حبيت أغمق اللون ممكن أزود الكاكاو وهحط شوية تاني من الكريمة علشان يعدلوا شوية الكاكاو اللي أنا حطته موسيقى 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 كده عندي نوعين الكريمة جاهزين ودلوقتي هنبتدي نقطع الكيك زي ما قلنا احنا هنعملها حاجة سهلة خالص مش هتبقى صعبة على الاطفال تعملها يعني مش حاجة مجسمة ولا غيره فهنقطع الكيك احنا عندنا الكيك مستطيلة هنقطعها بالنص هيبقى عندنا الجزء ده هو الجسم بتاع الخروف هنيجي على الجزء التاني هنقطعه اقل من النص شوية بالشكل ده وبعدين الجزء ده هنحتاج نقصره شوية علشان نعمل بيه الرجلين نقطع كده الاول وهقطع رجلين وبعد كده نقصرهم على حسب الطول المناسب للكيك نقصره شوية اوكي الراس برضو هنحتاج ان احنا نزبطها بتهالي كده كفاية ودي الرجلين برضو نحاول نزبط الطول بتاعها بتهالي كده كفاية انا عايزة بس الاخر يبقى هو المدور كده عشان تزين بتاعه يبقى ساهل اقص البقين بنفس الطول كده عندنا الاجزاء المختلفة هجيب البورد اللي هنحط عليه الخروف البسيط خالص ده وابتدي احط اول جزء اقيس الرجلين بس عشان تطلع مسافة كويسة اوكي وابتدي ازين الجزء الاول من الخروف انا عايزة احط على الجناب هلفاها شوية موسيقى وهجيب الفروستنج بالكاكاو نغطي بجوانب الخروف او راس الخروف موسيقى هنجيب الرجلين هنعملها بردو بقى الشوكولاتة موسيقى 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 وحيكون عندنا الديل بتاعه والودان كمان بتاعته بالشكل ده ودلوقتي ابتدي احط الكريمة في كيس الحلواني ونبتدي نزين الخروف مع بعض زي ما قلنا دي حاجة وصفة بسيطة وسهلة والشكل كمان بسيط خالص مخصوص للاطفال يعرفوا يعملوه معنا في وقت العيد علشان بيبسطوا وبيفرحوا لما بيدخلوا المطبخ مع معمواتنا صار ده كده عندنا الفاروق بتاع الخروف وهناعمل فاروق الديل كمان ودلوقتي هنعمل نفس الحاجة بس باللون البني على الأجزاء اللي عملناها بالبني في الأول عايزة أنزل بس شوية الأبيض هنا وأول ما يبتدي نزل البني نبتدي نعمل على ورقين والدراس والودي وبكده يبقى فاضل ان احنا بس نعمله عين صغير ونحطي له بعض الوقت وبكده نكون خلصنا وصفة النهاردة اول وصفة في الحلقة اللي هي وصفة كيك الخروف يارب تكون عجبتكم نطلع فاصل وبعد كده نكمل حلقة النهاردة مع بعض اهلا وسهلا بكم نعمل تاني وصفة في حلقة النهاردة حلقة العيد الكبير يارب يعود عليكم بالخير واليوم ببركات عندنا كوكيز او عندنا بوبس بالشوكولاتة عبارة عن 500 جرام كوكيز شوكولاتة مطحونة 125 جرام جبنة كريمية 500 جرام شوكولاتة بيضا وسبرينكلز بالالوان اللي احنا نحبها هناخد كوكيز الشوكولاتة المطرومة هنحطها في العجان وحنحط معاها الجبنة الكريمية هنخلطهم مع بعض وحيبقى ده اللي هنعمل منه البوبس كده خليت البوبس جاهز هناخد الخليط اللي جاهزناه وحنكون منه كور صغيرة وبعد كده هنحط فيها العصايا بتاعة البوبس ده ما احنا شايفين بالشكل ده وطبعا هنكمل بقيت الكمية وبعد كده هنجيب العصايا بتاعة الكيك بوبس وحنحط في كل واحدة فيهم عصايا بالشكل ده علشان بعد كده هنحطهم جوا الشوكولاتة تمام دلوقتي ندخلهم الفريزر علشان لما ندخلهم جوا الشوكولاتة ما يقعوش مننا او يزيحوا علشان تبقى جمدة ونعرفتنا غطصها في الشوكولاتة اشيل دول دول كانوا في الفريزر زي ما احنا شايفين ناشفة دلوقتي بس هترجع تترة تاني لما نطلق لما نقعدها بره هنبتدي نحط كل واحدة من الكيك بوبس دي في شوكولاتة مضابة ونشيل الزيادة بالجنب بالشكل ده وبعدين هنحطها في ونقفها كده على الطبق ده الشكل اللي احنا عايزينه ودلوقتي نعمل كمان اتنين كده ولا حاجة نشيل شوكولاتة الزيادة نحطها في ونتنشيلها في الطبق ونعمل واحدة كمان ولو هنستعملها على طول خلاص نسيبها بره علشان ما تبقاش متلاجة قوي لما نيجي نقدمها لو مش هنستعملها على طول نحطها في التلاجة وبعد كده نقدر نقدمها اشيل الحاجات دي من هنا واجيب الجهزين اللي في التلاجة نقدمهم مع بعض ده بيبقى شكلهم ونجيب طبق ونبتدي نرسهم في الطبق والاطفال برضو حيحبوا ان شاء الله يعني حيحبوا دول قوي ممكن يعملوها معنا وبعد كده يستمتعوا بيها يكلوها في العيد ويبقوا برضو كده اتسلوا في العيد واببسطوا انهم داخلوا المطبخ وعملوا حاجة بإذهم وبكده نكون خلصنا حلقة النهاردة عملنا فيها كيك الخروف البسيطة خالص للاطفال وكمان عملنا بوبس بكوكيز الشوكولاتة والشوكولاتة البيضة والسبرينكلز يارب الحلقة تكون عجبتكم وكل سنة وانتو طيبين ربنا يعودوا عليكم بالخير واليوم نو ببركات واشوفكم في الحلقة الجاية على خرس الله ان شاء الله موسيقى اشتركوا في القناة موسيقى 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 موسيقى